اتحاد الكوريا يخاطب عدة منتخبات للعب مباراودية مع منتخب سوريا وتجهيزات المنتخب العراقي وتحضيراته وكيف حضر منتخب كوريا الجنوبية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراكم وشخباركم شكراكم بألف خير وصحة معكم على اللاوين من قناة على اللاوتيوب بقناة هي أنزل المحتوى رياضي سوري إذن أنت مهتم بهذا المحتوى لا تضغط لنا لايك الفيديو سبسكرايب القناة في البداية كان السيد والكبت النزار محروس يبحث عن منتخب يشابه لعبه منتخب إيران فأرسل طلب إلى أستراليا وأذربيجان وأوزبكستان لكن جميع هذه المنتخبات رفضت فبدأ اتحاد الكرة بمخاطبة منتخبات عدة من أجل خوض مباراودية مع منتخبنا فبحسب جلوبال سبورت أن اتحاد كرة القدم السوري خاطب منتخبات السعودية وعمان ولكوين ويقال أيضا أن منتخب فيتنام من الأسماء المطروحة لخوض مباراودية مع منتخب سوريا وإلى الآن لم يتم الرد لا بالرفض ولا بالقبول طيب هناك سؤال يراود الكثير من الناس إذا ما توفرت مباراودية ليش ما منتخب سوريا يعمل معسكر خارجي آه أنا أقول لك ليش لأنه المعسكر الخارجي مرتبط بالمنتخبات اللي بدك تلعب معاها وديات مثلا إذا أتى القبول من منتخب الكويت ومنتخب عمان للعب مباراودية مع منتخب سوريا بهذا الحال لازم يصير المعسكر الخارجي بالإمارات أو بالأردن أو بالكويت يعني المكان يكون قريب من المنتخبات اللي بدنا نلعب معاها الودية مشان ما يصير في إرهاق بالسفر وتغير بالمناخ وبالتالي رح يصير إصابات وإذا كان في قبول مثلا من فيتنام أو أوزبكستان بده يصير المعسكر مثلا بماليزيا أو بالفلبين أو بأي منطقة قريبة من هاي البلدان فما يصير مثلا منتخب سوريا يعملون معسكر خارجي مثلا بالإمارات ويجي القبول من فيتنام أنه نقبل نحن نلعب مباراودية معاكم هنا بدهم لعبين المنتخب يسافرون من الإمارات على فيتنام مشان يلعبون مباراودية تتغير المناخ وطريق سفر طويل حتى المباراودية ما رح يستفيدون منها كثير والخبر الثاني اللي بدنا نتكلم فيه اليوم عن تحضيرات منتخب العراق وتجهيزاته منتخب العراق تأخر جدا بالتعاقد مع مدرب وآخر شي انتهت قصة المدرب بالتعاقد مع المدرب أدفوكات لتولي مهمة تدريب المنتخب العراقي وهذا التأخر ضر المنتخب العراقي كثيرا لذلك قرر مدرب المنتخب العراقي أدفوكات تكثيف المجود والعمل وعمل الاتحاد العراقي على تأمين معسكر خارجي في مدينة ملقة الإسبانية وأنا سمعت بأكثر من مصدر أنه المنتخب العراقي تواصل مع عدة أندية تلعب بالليغة في الدوري الإسباني الممتاز لخوض مباريات ودية مع منتخب العراق وهذا العمل الصراحة عمل جبار جدا إذا حصل فالصراحة أن أشوف العراق بهاي الأيام مو الأيام اللي مضت بهاي الأيام يتجهز بجد مع مدربه القدير أدفوكات الخبر الثالث تحضيرات منتخب كوريا الجنوبية الصراحة شي مفرح وبنفس الوقت مدهش وشي يصدم هو أنه منتخب كوريا الجنوبية ما عنده تحضيرات بنوب لا مباريات ودية ولا معسكرات داخلية أو خارجية كل اللي عمله منتخب كوريا الجنوبية أنه طلع مدربه وصرح تصريحا وبس هذا اللي عمله على ما يبدو أنه منتخب كوريا الجنوبية واثقين من لعبينهم زيادة عن اللزوم بدهم معسكر هيق قبل بداية التصفيات بخمسة أيام يجهزوا فيه وبلشوا مباريات ومن الممكن أيضا أنه منتخب كوريا الجنوبية يعمل بالسر أو يحضر مفاجأة في الأيام القادمة الله أعلم هذا كان فيديو اليوم أتمنى تكونوا انبسطتوا أشوفكم عن قريب السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته مع السلامة مع السلامة مع السلامة